لكم نفاياتكم ولنا عكارنا هو أحد الشعارات التي تغزو شوارع عكار تعبيرا عن رفض أهالي المنطقة لنقل نفايات بيروت وطمرها في عكار هذا مطمر سرار حيث تتجمع نفايات قرى عكار هذا المطمر الذي تبلغ مساحته 4 مليون متر مربع هو واحد من الطروحات البديلة المتداولة في الكواليس بدل مطمر النعمة هذا عمره من الـ 95 باستوعب حوالي الألف طن يوميا هلأ ينتمر فيه 250 إلى 300 طن من عكار هنا عملية فرز قبل الطمر بنعمل فرز وبنتمر النفايات بترجع وتردم طبقة من الطراب بنرفض ندخل أي نفايات خارجية إلا بعد موافقة اتحادات وبلديات عكار والمجتمع المدني الذي نحن الجزء منه رفض صاحب المطمر يقابله رفض بلديات المنطقة يكون فيه شباة إجماع لدى العكاريين بكافة شرعه وانتماءاته وتمثيله الشعبي والسياسي لرفض هذا العرار على اعتبار أن عكار ليست مكابل النفايات عكار كانت تنتظر الدولة أن تدخل إلى عكار من باب الإنماء فإذا بها تفاجأ بأن الدولة تدخل إلى عكار من باب النفايات لماذا لا تتذكر الحكومة عكار عند إقرار المشاريع سأل النائب هادي حبيش ما حدا بيقبل نفايات غيره تجي لعنده فوق كل هذا نحن عمنا أزمة أكبر بكثير بعكار هي أن عكار ما بحيات الدولة اللبنانية تتصرف معها على أساسية جزء من لبنان تتصرف الدولة اللبنانية مع عكار على أنه بس بدنا شهداء وعسكريين منروح منجيبهم من عكار وبيستشهدوا كرمال لبنان ودفاعا عن لبنان ولكن بالمقابل أي قرار يصدر عن الحكومة ولا مرة بيلتفتوا فيه لعكار بالرغم من كل المطالبات نواب المنطقة وبلديات المنطقة وممثلي المنطقة هذا الموضوع حضر في الاجتماع بين وزير الداخلية نهاد المشنوق مع النائبين هادي حبيش ومعين المرعب المرعب أكد أنه لا يحصل أي أمر بشأن رمي النفايات إلا برضاءها لعكار وفيما بيروت غارقة بالنفايات عكار تصرخ عكار جنة مش مزبلة فهل من يسمع؟